وقد قالها البعض مرات همسا ومرات علنا أن الشيخ علي حاتم اسليمان قبل عودته إلى بغداد كان في دعوة إلى إيران وأن هناك سيناريو كان قد أعد للشيخ علي حاتم أو دورا أن يلعبه في المنطقة للإخلال بالتوازنات وبالتالي يمكن استخدام هذا ما يقال السيد رافل عيسى وعلي حاتم اسليمان لتفتيت التحالف الثلاثي أو التحالف السيادة تحديدا هذه تهمة أنت شو شوف بالله عليك يعني هذا الشيخ ما الواحد يروح لإيران ديفوت البغداد أمانة الله برقبتك بالله عليك حلفك أنت كشخص بس أنا معلومكم لا لا هذه أسئلة شيخنا أنت وحدك تجيب عليك أنت وحدك أمام الرأي العام يا عمي أروح لإيران شو عندي بيران بس قفلي أجب ساهون مثلا عندي بيران أسأله إيراني أنتو عايش تسألوني المطبخ هناك شيخنا طبعا بمناسبة ويوسفني أقولها لا لا المطبخ اسمعني المطبخ لليشته روح يأكل أكل عاجبة أنا ما يعجبني أنا تم سوي رجيم الموضوع ما يتعلق لا بإيران ولا الإيراني الدخل ولا الباكستانيين ولا الأمريكان ولا ذلك الحاجة كلها ما لا صحة ولكن روج من قبل بعض اللي محسوبين على التيار أنه خلل نخلط من الأوراق خلي نلزق هذا حشاك بطين الذاك هذا غلط لأن بالنتيجة ما أطلع أبرر أو أدافع عن نفسي شي ما مسوي أن ما ما يحتاج أبرر ولا يحتاج أسولف به هذا كلام مع احترامي لك رادي روجوله وفيش لو به أروح لإيران ده طبق دات بالله عليك يعني العقل يصدقها مثلا كل موقفي ضد إيران أجي اليوم أروح لإيران ما عندي شيء بعدويا بالمناسبة خلي أقول لك فهد مسألة مهمة كل التصعيد الإعلامي والمواقف السياسية التي تبنيناها ضد إيران كان يستفود من عندها ربعنا سياسين السنة وهذا كان وحدة من الأمور التي نحن ما عرفنا تدري ليس سياسين نحن بالنتيجة نعمل أحيانا بالسياسة بس تفوتنا كثير من الأمور وهذا كان فاول علينا لأن كثر العداء بيننا وبين إيران وبين الأحزاب الشيعية كان يستفاد من عنده الهيليقية التي عندنا محسوبين قيادات سنية ثانيا عن أي سيادة تتكلم حضرتك عن مشروع السيادة الموجودة اللي يتبثل على أساس المكون أي نحن هذا ما نعترف به أصلا ما ندخل به لا أنا ولا دكتور رافع دكتور رافع ممكن سياسي الرجل بباله في المستقبل ولكن أعتقد حتى دكتور رافع كبلوه وما يقدر يدخل في العمل السياسي بصورة رسمية بس إحنا أحرار الحمد لله يعني تأثيرنا بالشارع راح نقرر من يمثل أي مشروع راح نرعى بالمستقبل القريب إن شاء الله من يعني بصراحة أقول لك ياها من يستحق أن نبعد عن الساحة واللي اللي نحس أنه جاي يأذينا في مناطقنا هذا يعود إنا أما جينا جابونا الإطار ده نضرب السيادة ده نسوا مشاكل لا أنا أعتقد هذا الكلام يعني رفعوا به أو علوا سقف الإعلامي وهو مكثر من كلام التوقيتات التوقيتات التي تم العمل بموجيبها ضمن هذا هو هذا الذي يشير أنه هناك أوراق الآن الإطار أو ممكن إيران بعد أن تم التجاوز على خطوط حمراء أنه القوى الفاعلة التي يمكن أن تكون مؤثرة بالمشهد في المرحلة المقبلة اللي هو السيد الشيخ علي حاتم اسليمان ورافع العيسى وتتهجس إيران تستحي منهم ذول السوق مثل غنم كلهم والله بذلك والقرامة ما سوقوا نعاج ما تحتاج لا علي حاتم اسليمان ولا رفع العيسى ولا أحد إيران ما محتاجه أصلا ما يحتاج هم ديروحون لإيران وانت شفتهم طب بينهم من هنا هم أطلعوا لإيران هنا الرماد يطلعوا مدر الخليج يعني ما لا ربط ثق بالله العظيم هذا كل ما احترامي لك ناس قاعدة تكتب عنوينها أو تحت عنوان محلل سياسي استراتيجي ما تشفين خرابي ظني ويطلع يجثرد السوال في شيء من الصرائد على الوضع بالنتيجة والله ما لا صح هذا الكلام كله أما التوقيت حضر تكسولف عن التوقيت طيب إيش وقت نختار برأيهم يعني التوقيت يناسبهم من يرتاحون من يقعدون أخي نحن عندنا مشكلة في القضاء العراقي على القضاء أن يحل هذه المشاكل وينصفنا ما نقعد ننتظر ومناسبة مو بس علي الحاتم ورافع عيسى ومع حفظ الألقاب طارق الحاشم قيادات برأة موجودة نأس كثيرة هذا الآخر نسيته دكتور اللي في تركيا ناجح المياه زيان هواية ناس اتكلمت بالإعلام تروح تتحطهم برهاب يبصلاة محمد عليك أنت شون يعني هذا البلد شون يحترم مو من عدنة حتى من دول الجوار ولا دول المنطقة ولا حتى الدول العالم أنت ما عنده غير الرهاب رهاب رهاب صفق رهاب نوعهم عمي بزعنا منهم حط النايتهم ما هم قابلي بس ما ترخص القانون والقضاء بهذه الطريقة يا حكومة ويا سياسيين وتستمرون بهذه الأفعال لا غلط أنا في تقديري سيد العزيز واسمح من عندي وقول علي قال عبر قناتكم إذا ميتهم تسويت هذه الملفات راح تكون هناك مشكلة في البلد أخرى وإنت لا تستحي حتى لو ظلمتني يقول ظلمتك أعف عنك بس ما لصر تظلمني أو أقف ضدك وهذا من حقي يعني مواطن في هذا البلد أما تجي تفصل لي القضايا على ما أنت تشتهي أو ما أنت تبغي لا هذا ما نقبل بي أزيان شيخ عمي القاتل جيب وقول هذا قتل باقي قولي باقي أما قضيتي تفرق عن دكتور رافع بقضايا لأن الرجل كان وزير ومسؤول ورجل سياسي معروف وما يستحق هذه الهجمة اللي يهجموها على دكتور رافع ولا على دكتور الهاشمي ولا على ناجح ولا على أي من هذه الشخصيات هذولي مو قتلة أقول لك شيء أي واسمعها لله ليس للتاريخ تاريخ أنا ما أعترف به والله العظيم لو رادوا يطبقون كلمة إحقاق الحق وتطبيق القانون فعليهم أن يجبون كم واحد منها الموجودين جوه اللي دعموا الإرهاب ودخلوا الإرهاب وصنعوا الإرهاب ويحاسبوهم أنت مو أنا جيت عبر منصات الإعلام وانتقدت الحكومة وسفلت بها من حقي روح يشتكى عليها على التشهير يشتكى عليها والله ما عارف يشتكى عليها يشتكى عليها يعني الفقرات القانونية بس قبل الإرهاب ما تشوفوها صارت يعني ملحة صارت باحة خالفهم ليش تطلعوا واحد من جواري ويرد ردود مو حلوة ترجمة نانسي قنقر